ولسه أنا طفل صغير أول مرة سمعت فيها كلمة التهجير سبنا بيوتنا جرامنا واسحابنا وحبايبنا وهاجرنا على مصر وعرفت إن السبب ورا الخراب والدمار والشحتاطة دي كلها عدو سافل غاشم اسمه العدو الصهيون وكرهت الصهينة كره العمع ربنا يحرقهم بجاز يا شيخ انت مش هتنام بقى جامل بي؟ في تلاتة وسبعين أبويا كان بيحارب في السويس في الحصار وعبرنا وانتصرنا ورجعنا كرامتنا وأرضنا طبعاً دي احنا دي نوم بالجازم على قفاهم انت مش هتنام؟ أبويا الله يرحمه استشهد في الحرب يا أخي حتى لا انتصر كان كله مرارة وحزن على أبويا اللي راح وكرهت الصهينة بعد كده أكتر وأكتر جمال بيه وإحنا هنحكي التاريخ الصراع العرب الإسرائيلي في ليلة واحدة ما تيجي النام والصبح نبقى نكمل الموضوع على رواقة يعني يلا أنا اللي قالقني يا ناجي بيه إزاي أنا هنا وإزاي أنت هنا وإزاي أنا نايم في مكان ساكن فوقي واحد إسرائيلي وتحتي واحد إسرائيلي ما تنساش إن انت ساكن قدام واحد مصري برضا جمال بيه إحنا جاي من قد واجبنا مصري إيه اللي جاي باني إحنا مش جاي من نفسينا ولا كنا عايزين نيجي بص الحياة عاملة زي ما تشكورة الكدش قالك تلعب باك تلعب باك ما ينفعش كل واحد يلعب على قدي تفكيره وعلى مزاجه دي أدوار في الحياة مكتوب علينا أن نلعبها فيمتني فيمتك يا جبي أنا حاسس بالجبوات بس الأيام حتى تخليك تعرف لنا بقوله الصح يلا بينا صحيح موسيقى 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 إنك مخلق حد جاي لك أنا جاي بيه لا دا نازل إيه اللي كده عشا موضوع يعني إسرائيليين ولا إيه؟ وملبيين إنك نازل اللي احنا فتالي قبيب أنت بسمح لهم يخوشوا بيتك كمان الموضوع دا هتحسي مشا على الباب هنا رح نام وبكرة الصبح هنكمل الموضوع ده شلوم 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 ما تكلمتنيش ليه قبل ما تيجوا؟ ايه دينا لك رنة يا ناجي بيه؟ رنة؟ عوز بالله مفيش منك فايدة طرف الراجل ده بيته لما تحرق ايه ده مطافي غنة رضوا عليه قالوا ملحقوني بيت بيت حارق رضوا عليه مدير مطافي قالوا انت فتحت علالي ايه؟ ايه؟ برضو مش هتلعب معنا يا ناجي بيه؟ لا يا ابن عمي انا مال بضعيف لو خسرت بولة اروح فيها هههه ممكن تكسب لا 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 اكسب مين؟ لا 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 انا اتفرق بس هافرع للكسبان وزع للخسران ما انت بتاخد على المية عشرة شوف السمسار بيقول ايه؟ بوصصلك لؤمة العيش ما انت عايش على كده ايه يا رافي خسرت برضو ها؟ بقى لك مدة بتخسر مالش يا جماعة ناسك فان واضح ان انا بكات تركيزي تماما مسيوناجي قلي معك خمس تلف شكل سلف تعرف انا ما اتأخرش عليك يعني رافي بس كده مبلغ اللي عليك جامد هستدده ازاي اما انا هستدد المسيوناجي انا فوقت وابتدي اكسد هستدد طيب انا هخش اجيبلك الفرجوس من جوه بس اكتبلي شيك حاضر ها وخانت التاريخ خليها فاضل انا حاملها اوكي خانت المبلغ اكتبوا خمس سالاف وخمسمائل اه ده باركينج دي احتبقى فلوس وافا اوكي مسيوناجي اوكي حاضر موسيقى ترجمة نانسي قنقر شكرا مين اللي جاي دلوقت يا مستر ناجي؟ ما يكون الجمال بيه مع العلم هو ايه إنه حينام دا الزابط بتاع الشباك اللي كنت وعف معاه الصواب حرافي يوسي كرني بللي جابوا انت تعرفوا ولا عمر كلمت نعم انا الرائد يوسي كرني من الشباك خير رافي دافيتوفيتش عندك ايوه اندي في عقا تسمح ادخل بصفتك ايه بصفتي صديق مش اكتر هو رافي قريبي وكنت عايزه في مسألة شخصية انا بيك تكلمه في التليفون تروح له البيت انا بتطبع عليك كده من غير ايحم ولا تصور لا انا رجل دبلوماسي وانا حوصل لانت عملته دا الفوق وحقبر الموضوع دا ومش حسكت عليه ارجوك اهدأي هناك بي انا مش عايز رافي بس انا عايزك انت كمان عايزني فيه ان شاء الله عندي بعض الاستفسارات البسيطة استفسارات انا اقي استفسارات تتوجيلي عن طريقة الخارجية المصرية هي بس نتخطبني بش انتوا كده برضو الصح والناس مفيش حاجة جمال بي ليبلاؤوا بتتحطف علينا دا جمال عبد الناصر المستشار الاعلامي في السفارة المصرية هو دا اللي حيفضحكو يجرسكو في العالم كله شكرا للمشاهدة شكرا